بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في هذه الرحلة المباركة ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا رب العالمين ولا تحرمنا أجره وتجعلنا من عتقاء الشهر الكريم اليوم بإذن الله نستكمل رحلتنا المباركة في التعرف ودراسة أسماء الله الحسنة واليوم سندرس بإذن الله اسم الله العزيز اسم الله العزيز موجود في القرآن في مواضع عديدة جدا ومرتبط بأسماء أخرى من أسماء الله الحسنة التي درسناها وسنجد أن فيه معنى العزيز الذي يجمع جميع معاني العزة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم إن العزة لله جميعا أي الذي له العزة بجميع معانيها وهي ترجع إلى ثلاثة معاني كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال فالمعنى الأول في العزة هي عزة القوة الله سبحانه وتعالى له عزة القوة وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت يقول الله تعالى في سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هنا عزة في الرزق وعزة في قوة في الرزق وقوة لله سبحانه وتعالى هذه القوة والقدرة على الرزق من عزة الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الحج يقول الله تعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فهنا اجتمع اسم الله العزيز مع اسم الله القوي فقوته سبحانه وتعالى قوته في عزته وعزته في قوته فمن القوة هي يعني القوي هو العزيز وأيضا العزيز لأنه من قوته فهنا نجد اقتران وارطبات أسماء الله الحسنة بعضها ببعض كما ذكرنا أنفا أن يكون هناك اسمين من أسماء الله الحسنة يرتبط بعضهما ببعض فالعزيز لا يكون إلا قوي والقوي لا يكون إلا عزيز فنجد في هذه الآية الكريمة جمعت بين اسمين من أسماء الله الحسنة القوي العزيز إن الله لقوي عزيز فالمعنى الأول من العزة لله سبحانه وتعالى هي عزة القوة عزة القوة المعنى الثاني من معاني العزة لله سبحانه وتعالى هي عزة الامتناع عزة الامتناع ماذا تعني عزة الامتناع فإنه سبحانه وتعالى الغني الغني بذاته لا يحتاج إلى أحد لا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا نفعه فينفعونه بل هو الضار النافع المعطي المانع منذه سبحانه وتعالى عن مغالبة أحد أو أن يقدر عليه أحد لا يعجزه شيء في السماوات والأرض وهو سبحانه رفيع وعزيز عن ما لا يليق بعظمته سبحانه وتعالى من العيوب والنقائص وكل ما ينافي كماله وعن اتخاذ الأنداد والشركاء يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العزة رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فإذن رب العزة سبحانه وتعالى العزيز هو يتصف بالعزة سبحانه وتعالى والعزة من صفاته والعزيز من أسمائه ومن أفعال أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء كما سنأخذ فإذن هنا العزة هي الصفة لله سبحانه وتعالى وقبلها سبحان ربك سبحان كلمة سبحان أي يعني منزه الله سبحانه وتعالى منزه تنزيه الله عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء أيضا في سورة الروم يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يعني هنا ليس يعني هناك يعني ما ينافي ليس هناك ما ينافي كماله سبحانه وتعالى وأن المثل الأعلى وأن صفات الكمال والتمام لله سبحانه وتعالى الصفة لله والاسم لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى يعني لا مثيل له وليس كمثله شيء لأنه هو العزيز الحكيم أيضا سنجد في سورة سبحانه وتعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم فهنا أيضا اسم الله العزيز جاء في عدم اتخاذ لله أنداد أو شركاء فهو العزيز الواحد وطبعا هذا استفهام غراده الاستنفار والتوبيخ يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني بعيد وعن الأنداد وعن الشركاء وليس له ند ولا شريك ولكنه واحد أحد المعنى الثالث للعزة هي عزة القهر والغلبة عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات فهي كلها مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته ونواصي جميع المخلوقات بيده سبحانه وتعالى لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه فما شاء الله كان وما لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وهنا نجد العزة في الحديث في هذه الآية عن العزة وهي من أفعال يعني الله هنا تكلم عن العزة من أفعاله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فتعز فإذن هذه هي فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى العزيز فالعزيز اسم من أسماء الله والعزة هي صفة لله سبحانه وتعالى رب العزة والآن الفعل وهو تعز تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وبيدك الخير يعني في كل أفعال الله سبحانه وتعالى فيها خير يعز أو يذل سبحانه وتعالى كله من أوجه الخير إنك على كل شيء قدير فهنا الآية تبين قوة الله سبحانه وتعالى وقدرته وأن جميع الخلائق منقادة وخاضعة لعظمته سبحانه وتعالى أيضا سنجد من معاني العزيز كما جاء عن الشيخ النبو السي العزيز هو الغالب الغالب الذي لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء ولا يسبقه شيء هو العزيز والعزيز أيضا هو الجليل هو الجليل وأيضا من معاني العزيز كما ذكرنا يقول الشيخ إذا قلت شيء عزيز أي قليل وجوده نادر أما إذا تحدثنا عن الله سبحانه وتعالى فيعني واحد 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 فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإذا عندما نتحدث عن الله سبحانه وتعالى بصفته العزيز فنعني به أنه واحد أحد فرد صمد واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما جاء في سورة الإخلاص فهذا أيضا معنى من معاني اسم الله العزيز اسم الله العزيز في القرآن الكريم هناك كما ذكرنا مواضع كثيرة عندما تقرأ القرآن تتجد اسم الله العزيز جاء في مواضع كثيرة ولكن كما نذكر دائما أن ما نأتي به في الدروس هو مجرد يعني على سبيل المثال وليس الحص وأترك لكم يعني التدبر والتفسير يعني من كتب التفسير ما المواضع الأخرى التي ذكر فيها اسم الله العزيز ولكن جئنا ب يعني أكثر الأشياء التي جاءت فيها اسم الله العزيز وبعد ذلك يعني من تريد الاستدادة فل تتدبر بقية المواضع العزيز الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى عن دعاء ل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هنا دعاء كان ل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بناء الكعبة الآية السابقة أنهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ف وابعث فيهم هنا كما يقول الشيخ السعدي في التفسير أي في ذريتنا ذريتنا يعني بلان على الآية السابقة واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا فهنا يعني ذرية إبراهيم وإسماعيل ما يقصد بها ذريت وابعث فيهم فيهم هنا تعود إلى ذرية إبراهيم وإسماعيل رسولا منهم يعني يعرفونه يعرفون حق المعرفة منهم يعرفوه ليكون أرفع لدرجاتهما ولينقاضوا له وليعرفوه حق المعرفة يتلو عليهم آياتك آيات القرآن لفظا وحفظا وتحفيظا ويعلمهم ويعلمهم الكتابة والحكمة كما قال المفسرون الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبر من الأعمال الرديئة التي لا تزكي نفوس معها وطبعا هذه الآية نجد أنها يعني الوحيدة التي فيها ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم وبقية الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحقيقة أن الربط بين الاثنين فيه يعني فيه هام جدا أنه العلم والحكمة أو العلم لابد أن يكون معاها تزكية تزكية يعني تطهير النفس تطهير النفس من الآثار المعاصي والشرك وأيضا التعليم لأنه التعليم لن يعني يكون دائما في حركة يعني هناك مستمرة بين تطهير النفس وتزكيتها واستقبال العلم يعني في بعض العلماء تقول التخلية قبل التحلية يعني التخلية تخلية النفس من البنوب لاستقبال ما ينزل عليها من العلم ومن آيات الله سبحانه وتعالى فالشاهد هنا اسم الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم هنا جاء العزيز أي القادر والقاهر والقادر على كل شيء والذي لا يمتنع على قوته شيء والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها كما أخذنا في اسم الله الحكيم فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول بقدرتك يا الله وبقوتك وبعزتك في قوة حدثنا عن عزة القوة وعزة المنعة وعزة القهر يدعو أنبياء الله إبراهيم وإسماعيل الله سبحانه وتعالى أن بعزتي وبحكمتي يبعث هذا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في العرب حتى يقيم لهم الدين أيضا العزيز بقدرته على الخلق في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يصوركم في الأرحام يعني يخلقكم كما يشاء في الأرحام وتحدثنا عن اسم الله المصور لو نتذكر الله الخالق البارئ المصور وأخذنا الثلاث أسماء في درس واحد حتى نعرف الفرق وتحدثنا أن المصور هو الذي يتمم الشكل الخارجي للخلق وتحدثنا أن الخالق هو الذي يعني يقدر الخلق ويبدأ فيه والبارئ هي إنشاء هذا الخلق إنشاء وبرئ يعني بداية خلقي والمصور هو الذي يصور الشكل الخارجي لهذا الخلق فهنا يصوركم من أفعال الله المصور من أفعال الله اسم الله المصور فمن أفعال أنه يصور يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى من شقي وسعيد لا إله إلا هو العزيز الحكيم أي هو الذي خلق وهو المستحق للألوهية وحده لا شريك له لأن له العزة له العزة عزة القدرة عزة القدرة التي لا ترام التي لا يطل إليها أحد وعزة وأيضا وهو الحكيم الذي له الحكم والإحكام إحكام الخلق ووضع كل شيء في موضعه أيضا تنجد اسم الله العزيز جاء مرة أخرى في سورة آل عمران بمعنى العزيز الذي ينصر ينصر عباده المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله وما جعله عباده فإنه أخلوق للمسلمين يكون هناك انتصار لماذا؟ لأنه كان هناك معصية لأمر الرسول فهناك حتى النصر الله سبحانه وتعالى عنده النصر فهو العزيز الذي لا يقهره شيء وله الحكمة أي يعني وقت ما يشاء ينزل النصر على المسلمين إذا التزموا وإذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وكان هناك جهاد وإخلاص في سبيل الله فهنا ينزل النصر وهذا من حكمته ومن حكمته أيضا وهو العزيز الذي لا يغلبه غالب ولكن النصر لا ينزل على من لا يطيع الله ومن يعصي الله أو يجاهد رياء أو ليس هناك إخلاص ليجاهد في سبيل ولكن يجاهد لأمور أخرى فلا ينزل النصر لذلك نجد هنا ارتباط اسم الله العزيز مع الحكيم العزيز الذي لا يقهر ولا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء كما ذكرنا ولكن هذه العزة معها حكمة لأن العزيز لا بد أن يكون حكيم الله سبحانه وتعالى يعني هذه العزة لا يكون فيها حكمة وكذلك الحكيم الذي يحكم الأمور ويضعها في موضع لا بد أن يكون عزيز أي عنده القدرة والقوة والقهر وهذا مرة أخرى يعني نرى ارتباط أسماء الله الحسن بعضها ببعض وأن العزيز لابد أن يكون حكيم والحكيم لابد أن يكون عزيز أيضا العزيز الذي بقوته وبغلبته ينجي أو ينجي أنبياءه والمؤمنين في سورة هود يقول الله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز هنا فلما جاء أمرنا يعني بوقوع العذاب نجى الله سبحانه وتعالى صالحا والمؤمنين معه من العذاب والخزي والفضيحة لأن الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز من قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم أيضا العزيز جاء بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع المعطي والمانع كما ذكرنا وهذا من يعني صفة العزة لله سبحانه وتعالى عزة المانع فهو المعطي المانع في سورة فاطر يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فهنا في التفسير يقول الله سبحانه وتعالى ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك من رحمته فلا مرسل له من بعد فهذا يوجب التعلق بالله تعالى العزيز والافتقار إليه من جميع الوجوه وأن لا يدعى إلا هو ولا يخاف ولا يرجى إلا هو وهو العزيز الذي قهر الأشياء وغالب الأشياء وهو الذي يعطي ويمنع وهو الذي عنده قوة المنع والحكيم كما ذكرنا الذي يضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها وأيضا في العطاء والمنع حكمة في العطاء والمنع حكمة يعني عندما مثلا نقول الله سبحانه وتعالى عندما يريد بعبد خير يبتليه إذا أحب الله عبدا يبتلاه فهنا يعني يكون الإبتلاء يكون في بعض الأحيان بالمنع يمنع عنك رزق معين يمنع عنك شيء يمنع عنك يعني صحة أو في المرض أو في هذا يعني يقول علماء أن في هذا المنع هو عين العطاء يعني هذا المنع هو عين العطاء أنك في ربما كنت في له ربما كنت يعني لا تذكرين الله إلا قليلا فيكون سبب هذا الإبتلاء أن تعود مرة أخرى إلى الله وأن تتذكري وأن تتوبي وأن تستغفري فيكون هو المنع بالنسبة لك هو عين المنح والعطاء لبن الله سبحانه وتعالى لأنه يحبك ويريد أن ترجعي إليه وترجعي إلى طريقه وأن تتذللي وتخضعي إليه سبحانه وتعالى وكذلك العطاء العطاء في الوقت الذي يحدده الله بحكمته الحكيم ونجد كثيرا من الناس من الأمثلة مثلا من لم يكتب لها أو لم ترزق بأولاد وتمر سنوات وسنوات وبعد سنوات طويلة ترزق بولد يكافئها الله يعطيها على صبرها وعلى دعائها وعلى التجائها الله سبحانه وتعالى يعطيها الولد ولكن متى يعطيها الولد يعطيها في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى وكما ذكرنا قبل ذلك في اسم الله الحكيم وتدبر هذا الاسم في غاية الأهمية لأن كل شيء في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى خلقه بقدر كل شيء خلقناه بقدر فما يمر بنا من أحداث فهي بحكمة الله وبمشيئة الله وبقدر الله وإذا كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى الحكيم العزيز الذي لا يغلبه شيء فلابد أن نرضى نرضى بقلاء الله وبحكمته وبما يحدث لأن هذا ما يحدث لن يخرج عن حكم الله ولن يخرج عن قدر الله ولن يخرج عن مشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يكن ونتبرأ نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى وهذه يعني أخواتي من الأشياء الهمة جدا جدا التي أنصح نفسي أولا بها وأنصحكم بها لأننا كثير ما يمر بنا أحداث لا نتقبلها ولا نستطيع الصبر عليها وربما يكون هناك تبرم وتسخط في النفس لماذا يحدث ذلك لماذا يحدث فيعني الحق المعرفة بإسم الله العزيز الحكيم يهدي قلبك ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فهداية القلب كيف يكون هناك قلب هادي وهادئ بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لماذا هذه الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب عندما تذكر الله وتتدبر القرآن فتعلمي أن ستقرأ في الآيات الله العزيز الحكيم الله القوي المتين الله الرزاق الله الوكيل الله سبحانه وتعالى المنتقم من المجرمين إن من المجرمين منتقمون فعندما تتدبر هذه الأسماء في القرآن فماذا تشعري تشعري أن ليك رب عظيم في السماء وأنه ليس بغافل سبحانه وتعالى عما يحدث وما ربك بغافل عما تعملون فإذن يتمئن قلبك أنك بجوار الله سبحانه وتعالى وأنك ما دعوت الله وأخلصت في الدعاء فإنه سيكرمك وسيجبرك ولن يخذلك أبدا ما دومت بإخلاص وبصدق فإن الله سبحانه وتعالى لن يخذلك فهذه من أهمية أخواتي أن نقرأ القرآن بتدبر لأسماء الله الحسن في هذا القرآن العظيم أيضا جاء اسم الله العزيز في السنة النبوية الصحيحة روى الترمذي في سننيع من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وطرا وطرا يعني مرة أو ثلاث أو خمس أو سبع هذا الوطر فهذا الحديث يرشدنا أنه إذا كان هناك شيء في جسدك وجع أو ألم في مكان معين تضع يدك على هذا المكان وتقول بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا ثم ترفع يدك وتعيد ذلك وطرا يعني ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو يعني وطرا وطبعا هذا يعني لابد من جمع النصوص أخواتي يعني من جمع النصوص يعني لا تأتي أخت مثلا وتقول هذا حديث جميل سأنفزه وسأقول هذا الدعاء ولن أأخذ علاج لو كان هناك مرض أو شيء فيعني لابد من جمع الأحاديث لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تداو عباد الله فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء فإذن عندما أأخذ برأي الرسول عليه الصلاة والسلام وبحكمه عليه الصلاة والسلام فلابد أن أجمع الأحاديث يعني بجمع الأحاديث التي جاءت في الأمراض مثلا أو في المرض فأجمع الأحاديث التي فيها دعاء وفيها يعني إخلاص إلا الله سبحانه وتعالى بأن يرفع هذا الابتلاء أو هذا المرض مع أخذ الأسباب والعلاج ولكن هذا العلاج أو هذا الدواء الذي يأخذه لا يكون في قلبي أنه هو السبب في الشفاء ولكن أخذ وأقول أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وأن الله يقدر للشفاء أنه هو الشافي فهذه نقطة هامة جدا حتى لا يكون دقع في الطرفين أو أقسى اليمين أو أقسى الشمال أقسى اليمين يقول لك يعني إيه الطبيب يعني لابد أن تأخذ الدواء والدواء مهم للعلاج وفي وقت نفسه في الجانب الآخر تقول لك بعض الأخوات لا تأخذي دواء ولا تأخذي شيء اكتفي بالدعاء والله هو الشافي نعم الله هو الشافي ولكن الله سبحانه وتعالى يطلب من الأخذ بالأسباب ولكن في نفس الوقت لا نتعلق بالأسباب نأخذ الدواء والشافي هو الله سبحانه وتعالى وهذا من قمة التوازن في هذا الدين يعني قمة التوازن يعني التفكير يعني في بعض العلماء أو الأطباء الذين يعتقدون تماماً أن هذا المريض إذا أخذ هذا الدواء سيشفى وهذا التفكير للعلم المجرد عن طاعة أو تفكير في الله سبحانه وتعالى فنحن نأخذ الدواء نعم ولكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وأن القادر على الشفاء ولابد أن يكون هذا ما تعتقده في قلبك أيضاً حديث آخر في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني اللهم إني أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون نحن أخذنا هذا الحديث من قبل في اسم الله الحي فهنا تعوذ بعزة الله تجد أن في الحديثين الدعاء أعوذ بعزة الله الأول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا والثاني اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون فتعوذ بعزة الله الذي لا إله إلا هو أن يضل فتعوذ بالله من الضلال وأن يهديك الله سبحانه وتعالى كيف نحيا باسم الله العزيز؟ الدعاء بهذا الإسم طبعا هناك يعني الدعاء بهذا الإسم من الأدعاء الجميلة جدا أن تدعي الله باسمه العزيز عندما تدعي الله باسم العزيز تدعي أن يعزك وأن يعني يكتب لك العزة في هذه الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أو إن العزة لله جميعا فإذا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين في سورة المنافقون يعني كلما كان العبد أكثر رجاءا وصدقا وإخلاصا في الدعاء لله سبحانه وتعالى يعزه الله يعزه الله سبحانه وتعالى أسأل الله العزة أن يعزك في هذه الدنيا وفي الآخرة والعز يكون بهذا الدين كما قال عمر رضي الله عنه أرضى نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فالعزة الحقيقية ليست بالمال وليست بالجمال وليست بالقسور وليست بالبيوت الفخمة ولا بالمجوهرات الثمينة هذا ليس من آثار العزة العزة أن يعزك الله بهذا الدين أن ينصرك بهذا الدين أن تكون قدوة للأخريات أن يهدي الله بك لأن يهدي الله بك مرء خير لك من حمر النعم هذا حديث للرسول معناه أن العزيز لا يمانع ولا يرد أمره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فما شاء كان حتى إن لم يشأ الناس ومن لم يشأ لم يكن حتى إن شاء الناس فمعناه أن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل مشيئة وقدرته فوق كل قدرة وإن كنت تلجئين إلى العزيز فلا تخافي فلا تخافي فإن العزيز سينصرك وإن العزيز سيعزك وإن العزيز سيكون دائما يعني يدافع عنك كوني معتزة ولذلك كوني معتزة بذينك وبتعاليم الإسلام لا تخشي أن يعني تقولي كلمة حق في وقت طلب منك هذه الكلمة لا تخشي أن تنصحي أخت في الله سبحانه وتعالى إن صحيها وطبعا بالحكمة والموعظة الحسنة وبأسلوب يعني فيه لطف وفيه ترفق ولا تقبلي أبدا أن تجلسي في مجلس يعني يكون في معصية لله سبحانه وتعالى قومي عزيزة بذينك وقومي عزيزة بتعاليمك وقولي يعني لا أستطع أن أجلس في هذا المجلس أو أسمع ما تقولون ولا تخشي يعني لا تخافي أن يلومك أحد يعني من يعني رجى مرضات الناس في صخط الله يعني أسخط عليه الله سبحانه وتعالى ومن أسخط الناس في رضى الله رضى عنه الله سبحانه وتعالى وثم أرضى عنه الناس يعني في هذه النقطة أخواتي يعني حب أن أقف عندها قليلا وأقول لك أنك لا تخشي في الحق لو ما تلائم وكوني عزيزة بهذا الدين ويعني كما سنأتي أنك إذا وقفت وكنت عزيزة ودافعت عن الحق وكل من حولك لا يدافع سينصرك الله سينصرك الله ويحفظك ويدافع عنك وتجدي أن حتى أعدائك أو حتى من يعني يهاجموك سيحتنموك بعد ذلك أو ستكون يعني أنت غير الأخريات في نظرهم وهذا يحدث دائما من أسباب العزة ما هي أسباب العزة والرفعة أيضا أنك تعفي العفو والتواضع روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقا من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحدا لله إلا رفعه الله فعندما تعفي عن الأخريات ويكون عندك العفو يزيدك الله عزا عزا وأيضا إذا أدرف المؤمن حقيقة معنى العزيز فإنه سيلجأ له وحده فهو الوحيد كما قلنا أن من معاني اسم الله العزيز أنه واحد أحد فرض صمد والصمد هو الذي يلجأ إليه الناس في حوائجهم فأنت إيمانك باسم الله العزيز سيجعله الوحيد الذي لن يخذلك وسيؤيدك بنصره ويجعلك تلجأين إليه وحده طاعة الله وعدم المعصية والصبر على ذلك والتحمل في سبيل الطاعة كي يعزه الله تعالى سبحانه وتعالى قبل أن نختم أريد أن أختم بهذه يعني دائما قصة هذه قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما نقرأها يعني جاءت في مواضع كثيرة جدة من القرآن الكريم ويعني نجد فيها عبر كثيرة ولكن من ضمن هذه الدروس والعبر حين حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي موسى عليه السلام إلى الدنيا بأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل لأنه علم أنه سيخرج فيهم نبي ينتزع منه ملكة يأبى العزيز يأبى العزيز الذي لا يغلبه أحد ولا يقهره شيء إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فيولد موسى ثم يكون من كمال قهره وغلبته وبيان عزته سبحانه وتعالى أن يتربى موسى عليه السلام في قصر فرعون وهذا شيء يعني نحن نقرأ هذه القصة كثيرا لكن ما أطلبه منكم هو التدبر تدبر هذه القصة هي معجزة معجزة كيف يكون العدو يعني يتربى عنده يعني يتربى موسى في بيت عدوه وهذا ذكر في القرآن الكريم ليكون لهم عدوا وحزنا أخذوه ورباه فرعون في بيته ليكون له بعد ذلك وهو بيت عدو موسى وأخذ يعني هو يقتل يقتل جميع الأطفال وخشية من أن يعني يكون له موسى فيجعل الله سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغلبه شيء أن يكون امرأة فرعون وهي سية بنت مزاحم رحمة الله عليها من أفضل نساء العالمين من نساء العالمين منهم يعني يجعل يتحرق قلبها إلى موسى وتجبر فرعون فرعون الذي يقتل في الأبناء ويذبحهم أن يعني لا يقتل موسى وأن يتربى موسى في بيته من الذي يفعل ذلك غير العزيز الذي لا يقهر فيتربى موسى في قصر فرعون وفي بيته وتحت رعايته ولما حاول أن يقتله أهلكه الله عندما اجتمع جنود فرعون وهامان وكانوا يعني يترقبون موسى ويتبعونه هو والمؤمنون وقال أصحاب موسى إنا لمدركون فانظري إلى رد سيدنا موسى عليه السلام قال كلا كلا إن معي ربي سيهدي إن معي ربي سيهدي العزيز سينصرك العزيز سيهديك هذه الثقة أخواتي والله هذه الثقة إذا حصلنا عليها دانت لنا كل شيء ونصرنا الله على كل شيء أن تجعلي الثقة العالية في قلبك لله سبحانه وتعالى ويكون يقينك بعزته أنه العزيز الذي سينصرك في كل موقف وفي كل شيء تواجهه تجد كل الناس ضدك وأنت على الحق وتقفي وحدك على الحق وتقول كلا إن معي ربي سيهدي وسينصرك الله وسيهديك وليست مرة واحدة مرة واثنتين وأكثر كلما استمسكتي بالعزيز وأخلصتي إليه سبحانه وتعالى وقلت كلا إن معي ربي سيهديك سيهديك الله سبحانه وتعالى الواجب الأسبوعي قراءة القرآن بتدبر في الآيات التي يذكر فيها اسم الله العزيز والتفكر في الآيات الكونية ورؤية العزيز الذي قدر وقهر كل المخلوقات وتذكري تذكري العزيز في حياتك العزيز الذي أعزك بالإسلام اعتزي أختي بهذا الدين اعتزي بهذا الدين هذا الدين الذي سيبقى باقيا الإسلام باقي ما دام الله باقيا ومهما أراد أعداء هذا الدين منه لن ينال شيئا والله متم نوره ولو كره الكافرون وأخيرا الهروب من سارق العمر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وحمدك اشتركوا في القناة